مجاهد بارك الله فيه ومرض السكر على نوعين فيه سكر درجة أولى وفيه سكر درجة ثانية وأحوال مرض السكر أيضا على نوعين بعض مرض السكر ينظم أدويته وينظم أموره فتجده ماشي بطريقة صحيحة يستشير الطبيب أو تستشير الطبيبة وأمورهم طيبة يصومون أنا أعرف عدد كبير جدا من مرض السكر يصومون بشكل طبيعي ليش ينظم نفسه أدويته النظام الغذائي ولذلك يصوم رمضان في بعض مرض السكر لا غير إما يكون السكر عنده غير منتظم أو يكون هو غير مبالي في قضية الأكل والشرب وفي قضية أخذ الأدوية ولذلك لو قدر بأن مريض السكر جهن خفاض مثلا يجب عليه أن يفطر يجب عليه وجوبا أن يفطر في رمضان يعني مريض السكر الآن شعر من خفاض السكر عنده هذا سيؤدي إلى الوفاة أو سيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا إن لم يفطر إن لم يفطر فيجب عليه لا يقول والله لا أنا كيف أفطر في رمضان لا يجب عليه ومرت علي حالة في البرنامج سألني أحد الإخوة بأن والد أصر على الصيام وتوفي وهو مريض سكر أصر وتوفي رحمة الله عليه وهذا غلط الدين ما يأمر بمثل هذا فنصيحتكم للوالد في مكانها أنه يفطر لأنه ممكن أنه ينخفض عنده السكر ويدخل في حالة إغماء وربما تتطور هذه الحالة بإتلاف خلايا مثلا في الجسم في المخ في كذا فعموما يقضي هذا اليوم بعد رمضان حتى لو في أيام الشتة مثلا الجو براد والنهار قصير يقضي في هذه الأيام وننصح الوالد بأنه متى ما إن شعر بنخفاض السكر لا يجوز له أن يقول والله كيف أفطر الله عز وجل أباح الفطر للمريض ومريض السكر مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر